رغم أن يناير هو أول شهور 2024 إلا أن أرقاما كثيرة تجعله أحد أفضل شهور التداول التي مرت على برسة الكويت منذ أكثر من عام ففي يناير حدثت فورة في عمليات الشراء على أسهم كبيرة ومتوسطة عادت أسعارها إلى قمم غادرتها منذ شهور وعاد معها مؤشر السوق الأول إلى ما فوق مستوى الثمانية آلاف نقطة وصعد أخيرا مؤشر السوق الرئيسي إلى فوق ستة آلاف نقطة كل ذلك وسط تعاف ملموس للسيولة التي قارب متوسطها اليومي الخمسة وخمسين مليون دينار شهور هناير هذه السنة أفضل من سنة ونص في استمرارية في الارتفاع استمرارية دائمة موسى استمرارية متقطعة هذه المكاسب تعود لأسباب منها التفاؤل بالحكومة الجديدة وتوقعات تخفيض معدلات الفائدة أو تراجع التضخم العالمي أو تعافي البرصات حول العالم وقد تكون عمليات الشراء القوية في البرصة هي من باب تسعير مسبق للنتائج المالية السنوية خاصة للقطاع المصرفي الذي يتوقع محللون أن يحقق نتائج جيدة وأن يكون مستهدفا في أغلب البرصات أسهم ذات الجودة والموثوقية بالنسبة حق أرباحها نعتقد أنها ستحظى في علاوة في العام السابق بناء على هذا نشوف أن بعض الأسهم في قطاع البنوك بالمنطقة وليست بأسواق معينة تتمتع بهذه المميزات التي هي تقييمات وتوزيعات النقدية والموثوقية بالنسبة حق أرباحها السوق الرئيسي صاحب الأسهم الكثيرة سجل أيضا أحد أفضل الشهور تداولا فصعد مؤشره إلى أعلى قمة كان عليها في منتصف 2022 بدعم من أسهم ثقيلة مثل البنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وكان يناير شهر المجاميع حيث نشطت تداولات على أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية وأسهم مجموعة أعيان أو مجموعة البحر التي سجلت فيها أسهم مثل إيفا الفنادق والمنتجعات وأرزان وعقارات الكويت وإيفا القابضة مكاسب سعرية لافتة دائما شهر يناير المحافظ تبحث عن الشركات التي فيها توزيعات وهي تبين في نهاية السنة ويحاولون يستحوذون على الأسهم التي تكون فيها توزيعات وفيها فائدة وشهد يناير الإعلان عن ترقية البنك الأهلي الكويتي والصالحية العقرية واستيسي إلى نادي أسهم السوق الأول وتأهل أسهم البنك التجاري وإيفا الفنادق وعربي القابضة إلى ذلك النادي أيضا وفي يناير يخطو بيت التمويل الكويتي خطوات نهائية نحو إعلان الاندماج عن طريق الضم مع البنك الأهلي المتحد الكويتي وفي يناير تعلن ألفك عن النية لبيع آخر طائرات أسطولها الجوي بسامر رشيد سيم بسي عربية الكويتي